السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك سنشاهد في هذه الحلقة مثال جديد أو نوع جديد من الكونتكتورات الذي له استعمالات عديدة وكثيرة في المجال المنزلي أو المعمالي أو الصناعي وهو الكونتكتور التبديل بين خطين أو كونتكتور التبديل أنا أقوم بنشر هذه الحلقة على طلب أحد أصدقاء القناة الذي طلب مني التحدث عن هذا الكونتكتور ولأنه أيضا يأتي في سياق حلقات للقناة الأخيرة التي نتحدث فيها على التحكم الكهربائي وبأخص الكونتكتورات كالعادة لمن التحق بنا مؤخرا كل الفيديوهات المرتبطة بالشرح موجودة في صندوق وصف هذا الفيديو أو ستظهر أمامكم على شاشة نهايات الفيديو نرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم كونتكتور التبديل أو كونتكتور التبديل بين خطين أو كونتكتور 2NO2NC وهناك من يسميه بالكونتكتور المساعد أو القلب المهم الإسم المعتمد بكثرة لهذا الكونتكتور هو كونتكتور 2NO2NC كل ما قلنا في حلقات شرح الكونتكتور الصامت تنطبق تماما على الكونتكتور التبديل بين خطين لكن طبعا هناك اختلاف بينهما كما قلنا الكونتكتور الصامت الذي شاهدنا في الحلقات الماضية أو نوعا ما أحد الطور يتكون من مربطين لدائرة التحكم فيه وهما أواحد وأثنان وأربع مرابط لدائرة القوة وهما المداخل في الأعلى واحد نيوترال وثلاثة فاز والمخارج في الأسفل إثنان نيوترال وأربع فاز لاحظوا بالنسبة لدائرة القوة توجد لدينا إثنتان من المتلامسات المفتوحة في الحالة العادية عند تشغيل الكونتكتور تنغلق وعند إيقاف تشغيل الكونتكتور تعود للفتح أو لفصل الطيار أي أنها تعود لوضعيتها العادية المتلامسات المفتوحة في الحالة العادية يرمز لها دائما بNO الذي يوجد في الكونتكتور الصامت العادي في دائرة القوة يعني في الكونتكتور الصامت توجد لدينا في دائرة القوة إثنان NO أي إثنان من المتلامسات المفتوحة أظن أنكم الآن اقتربتم من معرفة الاختلاف بين الكونتكتور الصامت والكونتكتور التبديل بالنسبة لكونتاكتور التبديل بين خطين أو كونتاكتور 2NO 2NC هناك متلامسات مفتوحة وهي 2NO وتوجد أيضا متلامسات مغلقة أيضا في دائرة القوة وهي 2NC ومن هنا جاء التسمية وهي كونتاكتور 2NO 2NC عندما نقوم بتشغيل كونتاكتور التبديل بين خطين ماذا يحدث لمتلامسات دائرة القوة؟ المتلامسات المفتوحة يعني 2NO ستصبح مغلقة والمتلامسات المغلقة أي 2NC ستصبح مفتوحة وعند إيقاف تشغيل كونتاكتور التبديل بين خطين المتلامسات التي كانت مغلقة ستعود لوضعها الطبيعي في حالة فتح وفصل للتيار الكهربائي أما المتلامسات المفتوحة ستنغلق لتعود لوضعها الطبيعي يعني عند التشغيل المغلقة ستصبح مفتوحة والمتلامسات المفتوحة ستصبح مغلقة وعند إيقاف التشغيل أو الحالة العادية المتلامسات التي كانت مغلقة ستعود للفتح في وضعيتها الطبيعية والمتلامسات التي كانت مفتوحة ستعود للإغلاق في وضعيتها الطبيعية قبل التشغيل هذه هي مرابط وطريقة عمل كونتاكتور التبديل بين خطين إذن كونتاكتور التبديل بين خطين لديه عشرة أماكن لتوصيل الأسلاك مربطين إثنين لدائرة التحكم وهما A1 وA2 وأربعة مداخل لدائرة القوة دائما ما تكون من الأعلى إثنان منها للمتلامسات المغلقة وإثنان منها للمتلامسات المفتوحة وطبعا أربعة مخارج لدائرة القوة دائما ما تكون في الأسفل إثنان للمتلامسات المغلقة وإثنان للمتلامسات المفتوحة هذا هو الاختلاف بين الكونتاكتور أحادي الطور العادي والكونتاكتور التبديل بين خطين طبعا هناك من يتسأل الآن ما هي استعمالات هذا الكونتاكتور لكن لاحظوا جيدا بما أنه يتكون من إثنان متلامسات مغلقة يعني أن الكونتاكتور في حالة عدم تشغيل فهذا يعني أن الكونتاكتور التبديل بين خطين لديه مربطين يمرران تيار بصفة دائمة يعني أن استعماله سيكون في التركيبات الدائمة التشغيل مثلا في أنفاق السيارات التي تكون تحت الجبال لمسافات طويلة يتم تشغيل المصابيح دائما 24 ساعة على 24 ساعة لكن إذا قمنا بذلك وطبقنا ذلك على كل المصابيح ستتلف بسرعة أو ستحترق لذلك نقوم بتقسيم المصابيح إلى قسمين طبعا على التوازي ونوصل السلسلة الأولى منها مع المتلامسات المغلقة والسلسلة الثانية مع المتلامسات المفتوحة وقد نضع تحكم مؤقت زمني ونضبطه على 12 ساعة لتشغيل 12 ساعة و12 ساعة لإيقاف التشغيل وهكذا ستعمل السلسلة الأولى من المصابيح لمدة 12 ساعة مباشرة عند إطفائها ستعمل المصابيح السلسلة الثانية وهكذا ولكم واسع النظر في استعمالات هذا الكونتكتور في أحد المرات رأيته في أحد المطاعم يعمل التبديل بين مروحتين لتصريف البخار والروائح المطبخ المهم هو أن تتعرفوا عليه لربما ستحتاجونه في أحد الأيام للقيام بتوصيله في أحد التركيبات الآن سنشاهد بعض الأمثلة لكونتكتور التبديل بين خطين حتى أناقش معكم بعض الأمور المهمة أيضا كما تلاحظون أمامكم هذا كونتكتور تبديل بين خطين A1 و A2 دائرة تتحكم دائما وكالعادة وحسب الرسم أو المخطط الذي يوجد هنا على وجهة الأمامية ف1 و 2 و 7 و 8 متلامسات مفتوحة و R3 و R5 و 6 متلامسات مغلوقة في الوسط يعني المتلامسات المفتوحة يرمز لها دائما بالأرقام العادية والمتلامسات المغلقة يرمز لها بالحرف R زائد رقم ترتيب التوصيل انتبهوا جيدا هذا الكونتكتور لا يعمل بجود 220 فولت بل يعمل بجود 400 فولت يعني لا بد من توصيل فازين مختلفين في دائرة التحكم وهذا فقط للتنبيه وطبعا دائرة القوة للمتلامسات المغلقة والمفتوحة فهي 25 أمبير مثال ثاني حتى وإن وجدنا كونتكتور تبديل بدون مخطط توضيحي للمتلامسات المغلقة والمفتوحة فكل شيء واضح R1 و R2 كما قلنا مغلق و 1 2 3 4 متلامسات مفتوحة و R3 و R4 مغلق يعني أن هذا الكونتكتور هو على هذا الشكل العكس المثال الأول انتبهوا جيدا المثال الأول المتلامسات المغلقة في الوسط أما المثال الثاني المتلامسات المفتوحة هي التي تتواجد في الوسط يعني لابد لكم أن تنتبهوا الأرقام العادية دائما ما تشير إلى المتلامسات المفتوحة والحرف R زائد رقم يعني يشير إلى المتلامسات المغلقة المثال الأخير كما تلاحظون هنا المتلامسات المفتوحة في الوسط والمتلامسات المغلقة في الأطراف يعني لمعرفة الأطراف المغلقة والأطراف المفتوحة لابد من انتباه للمخطط إن تواجد وإن لم يكن هناك مخطط فالقاعدة تقول الأرقام العادية هي للإشارة للمتلامسات المفتوحة والمداخل دائما ما تكون في الأعلى والمخارج في الأسفل والأحرف R بالإضافة إلى رقم هي للإشارة إلى المتلامسات المغلقة ودائما المداخل في الأعلى والمخارج في الأسفل أظن أنني سأكتفي بهذا القدر إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة لا تنسوا الإعجاب والتعليق ودعمي عبر مشاركة الفيديوهات شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء